ناقشها وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجابي بالعاصمة عدا مع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حضرموت عمر عبدالباري العيدروس وعدد من المختصين بالمؤسسة لتحصيل مستولادها بالمؤسسة والارتقاء بختماتها كما ناقشها لاجتماع مشروع الصرف الصحي في مدينة سيئون وتريم والإجراءات اللازمة اتخاذها في هذا الجانب من أجل حفظ حقوق المؤسسة وإيجاد السبل الممكن لعادة تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام هذا وأكد الشرجابي أهمية تعزيز الأداول ارتقاب مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع ومعالجة الصعوبات والشكاوي ومستوى تحصيل الإرادات والاهتمام بإيصال خدمة المياه لكافة المديريات والمناطق ترجمة نانسي قنقر